تحرير العراق من النظام السابق هو اكذوبة كبرى اختلقتها ادارة جورج بوشي الابن لوضع يد امريكا وحلفائها على نفط العراق هذا ما تناولته شبكة دوتشافيلا الالمانية في تقرير لها طرحت فيه تساؤلا مفاده اين ذهبت اموال نفط العراق منذ غزوه عام 2003 وحتى يومنا هذا الشبكة الالمانية استعرضت تصريحا لمساعد وزير الدفاع الاسبق بول وولفوفيدز قبيل الغزو قال فيه ان العراق سيدر نحو 100 مليار دولار من صادرات نفطه في عامين فقط ستمكنه من اعادة بناء نفسه بنفسه الا ان العراق وبعد 15 عاما من سيطرة شركات نفطية كبرى مثل الشيل واكسوموبيل وبريتش بيتروليوم على حقول النفط لا يزال شعبه بلا وظائف ولا خدمات تذكر وينتج العراق اليوم اكثر من 4 ملايين برميل نفط يوميا اي ما يعادل نحو 264 مليون دولار في اليوم الواحد وباستثناء دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومنتسبي الامن والقطاع العام لا احد يعلم اين يذهب الباقي من اموال صادرات العراق النفطية الا ان المعلومة لدى العراقيين ان نحو تريليون دولار اهدرت في عهد نور المالكي فقط دون ان يخضع للمسائلة من قبل القضاء الذي ما زال خاضعا لنفوذ الاحزاب الحاكمة 99% من ناتج العراق القومي يأتي من عائدات تصدير النفط بحسب تقرير للامم المتحدة لكن جانبا كبيرا من هذه العائدات يتبخر ببساطة في دهاليز الفساد اهدار للاموال بجانب اهدار للارواح ولابسط حقوق المواطنة الاساسية فجرت تظاهرات شعبية في معظم مدن العراق منذ عام 2011 ودفعت العراقيين للمخاطرة بارواحهم وهم يطالبون بحقوقهم الاساسية في العيش وجوبهت جميع هذه التظاهرات بالقوة ولاحقا بعمليات عسكرية حكومية تحت لافتة مكافحة الارهاب ادت الى تدمير محافظات باكملها وتشريد ملايين المدنيين من سكان تلك المحافظات اكذوبة تحرير العراق الامريكية ما زالت تداعياتها مستمرة حيث يشهد العراق منذ نحو شهر تظاهرات شعبية غاضبة ضد احزاب العملية السياسية وفسادها جوبهت ايضا بالرصاص الحكومي ورصاص ميليشيات الاحزاب وادت الى مقتل ثمانية عشر متظاهرا وجرح ثمانمائة اخرين فضلا عن اعتقال وتغييب العشرات من الناشطين